لان هنشوف الكمبيوترات دي عليها كزا مخطوط. احنا رقمنا تسعين في المية من المخطوطات اللي موجودة بالمكتب. ده عمليات شقة. نعم. عمليات الرغبانة والحجات دي. بتحتاج ايه دي الرغبانة. وتقول حد دلوقتي قد ايه. ده عمامنا كان. مخطوطات تسعين في المية منها بالاضافة الى ان كانت دوجهات دكتور مصطفى. احنا نجمع اكبر قدر من المصورات المخطوط الموجود. فاصبح عندنا مية وعشرين الف مخطوط مصود متاح على قاعدة البيانات الخاصة بآآ المكتبة. وكان دكتور مصطفى حريص. هل المخطوطات بس ولا كتب كمان? لا المخطوطات والكتب ايضا. هو كتب النادرة طبعا. آآ. لانه بعد اختراع الطباعة رازال الاجتماع بالعلم والثقافة الموجود. نعم. انما قبلها في مخطوطات هي اللي فيها ندرة شوية. اكتر. احتمال. حضر. هنا بنكمل التكنولوجيا برضو اللي عندنا. نعم. احنا في في حالة متغيرة في مطحف آآ المخطوطات. فنوع من انواع التنثيق ان احنا بنوصف آآ ده مطحف المخطوط على سابق عهده. يعني مش اللي احنا فيه دلوقتي حسب التخطيط الجديد. فلو مسلا دخلنا بالعربي بيعرض آآ 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 المكتبة أو اللوكيشن بتاعه. عن التك عليها. هيقول لنا التصميم السابق لمطحف المخطوطات كان على اي اساس بفترينو السابقة لي. فكل ما بنعمل تجديد بنضيف لقاعدة البيانات اللي موجودة هنا. نحافظ على الاديم. بشكل آآ يعني الرقم. آآ عندنا ثاني حاجة. هنا عندنا دي البردية الوحيدة المتبقية آآ من مكتبة اسكندرية الاديم. دي كمان بنوه ديها للضيوف الكبار. عندنا صور منها. نقول لقد بقى اقدم بردية ممكن تتخيلها. اللي هي الباقية من المكتبها القديم. يعني ده همزت الوسط بيننا وبين مكتبت الاسكندرية القديمة. شوف خيمتها. نعم. طبعا اسفارت وقدارت لك قيمتها فيها. طبعا. وآآ نفس القصص برضو عن دين اللي عملنا التعاون مسلا مع آآ مكتب سانت كاترين في الأناجيل مخطوطات اهم مخطوطات دير سانت كاترين. وده كان توجهات من الدكتور آآ مصطفى الفيه نحن ننطالب او نفتح. طبعا. اه من حاجة مع مكتبات آآ مثلا آآ كونجرس. طبعا. لا 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 لان صلاة وصيخة. ده مكتبت الكونجرس. اه. بعدها لنا دلوقتي لما جيه ترامب. اه. قال لهم ما ترقصوش اتحاد العربي بالمكتبات. نعم. رشحوا حدهم. رشحين مكتبت الاسكندرية. لما كان ترامب ولا بايد. لا لا ترامب. ترامب. اه. 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 وكان يعني قالب شوية على الحاجات السخافية. اه. اه. وقال لهم ما نزعب الحاجات كلها. نعم. فهما بعتونا قالوا احنا نشوف انه يعني اه. اللي يتولى قيادة المكتبات في العالم هي مكتبة الاسكندرية. شوفت. لنا علاقات وسيخة جدا باليونسكو. اه. لنا علاقات وسيخة جدا بمهد العالم العربي. لنا علاقات وسيخة جدا ببريتش ميزيوم المتحف البريطاني. نعم. او مراكز في ايطاليا. كل مراكز لها علاقة بالثقافة والابداع والتراس. مكتبة الاسكندرية شريكة فيه. اه. نعم. هل الزوار بيدخلوا هنا ولا هنا? اه طبعا. دخلوا طبعا. طبعا. وبنحرص كمان على. السبتيب معين. اه. السبتيب معين. اه. واعداد معينة ما تزجش. لا عشان كورونا ولا قبل كده? لا من قبل كورونا حتى برضو. اه. الاعداد محكومة وانا كنت بحكي قبل كده. اه. ان احنا محكومين بدرجة حرارة ودرجة رتوبة وضغط جوة. حاجات علمية لازم بودة نحترمها. هم. والاوراق لما بتجنب نحطها في مراحل تبخير طويلة. هم. حتى تصبح صالحة للعرض. هم. هم. خضر.